أعرب وزير الخارجية سمح شكري عن الشواغن المصرية فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وطيرة الاقتحامات العسكرية الاسرائيلية وخلال لقائه نظيره الأردنية أيمن الصفدي على هامشي اجتماعات مؤتمر نزع السلاح بالجناف أشار شكري لأن رؤية مصر ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وتناول اللقاء سبل دعم وكالة الأونروا في إطار ولايتها المنشأة بقرار جمعية العامة